السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع حكم وأمثال ونتناول بعض الحكم والأمثال التي وردت في كتاب نوابغ الكلم للإمام الزمخشري يعني قد اخترت بعض الحكم والأمثال وهناك كثير من الحكم والأمثال ولكن اخترت بعضها وإن أعجبتكم هذه الحكم يمكن لنا أن نكمل باقي هذه الحكم والأمثال والكلام النابغ الجميل العظيم يقول رب صدقة من بيني فكيك خير من صدقة من بطني كفيك ممكن أن تقول كلمة طيبة صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أن تخرجها بيدك صدقة المقولة الثانية أي أنك من الكلمات ما نقولها يمكن أن تكون سبب في التقاتل والاقتتال أو أن تكون موضة حيرة فيجب على الإنسان أن يتفكر ويتدبر قبل أن يتحدث مقولة الثالثة أرض الناس بالخسار بائع الدين بالدنار أي الذي يرضي الناس على حساب دينه ويبيع دينه من أجل المال فهو الخسران أو الخاسر الأمين آمن والخائن خائن مقولة الخامسة أنث من النسوة من اتخذ من النسوة أسوة أي أنه الإنسان الذي يتخذ من النسوة إمامه فقد وضع في أيديهم زمامه أو في أيديهم زمامه المقولة السادسة عيش المجاهد جهيد ورزق الزاهد زهيد أي أن المجاهد يعيش صعبة جهيد ورزق أيضا الزاهد فهو يقول قليل متى أصبح وأمسي ويومي خير من أمسي أي أنه يتساوى عنده من أصبح وأمس ويومه في أمان فهو شيء عظيم جدا قد جمع الأصل والفرع من تبع العقل والشرع أي أن الإنسان الذي يريد يجمع عن كل شيء أصل وفرع عليه أن يجعل عقله تبع لشرع الله سبحانه وتعالى مقولة تاسعة ما للفصاق من حميم غير غصاق وحميم أي أن الفاصق ليس له صديق إلا الجهنم والحميم النار المتقون في ظلال وسرر والمجرمون في ظلال وسعر أي أن الذين يتقون الله سبحانه وتعالى سينعمون بالجنة والسرر والظلال وأن المجرم العاصف الغير يعني يأمن أو فإنه في الضلال وفي السعير وهي النار أيضا يقول إذا قلت الأنصار كلت الأبصار انظر إلى نفسك إذا كان أنصارك وأتباعك قليلون يعني هذا دليل على أن نظرك عاجز فيجب عليك أن تراجع نفسك ما وراء الخلق الدميم إلا الخلق الذميم أي أن الخلق الحسن من القبيح يعرف من الوجه القبيح والصبيح أي الإنسان أيضا أخلاقه تظهر في وجهه العمل مع فساد الاعتقاد مشبه بالصراب أي أنك عندما تعمل ويكون اعتقادك فاسد فهذا نوع من أنواع الصراب هذه النتيجة لا شيء إن جمجم الباطل فأنت أسمع من سمع وإن همهما الحق فكأنك بلا سمع أي أن الباطل إذا تحدث فأنت تسمع يعني تستمع له جيدا والحق إذا زاد وارتفع أنك لم تسمع الخامسة عشر من لم يقومه التأنيب لم يقومه التأديب أي أنه عندما تلوم إنسان فعل شيء أيضا لا يصلح معه أيضا التأديب لأنه لم ينفعه التأنيب من صدقت قطاته قلت سقطاته أي أن الإنسان الصادق في قوله فإنه تقل سقطاته أو يعني فشل في أشياء وأنه يستقيم حاله فعلينا أن نقلل من السقطات حتى ننجو هذا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر